السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج نعم أستطيع والنهاردة الحلقة رقم 223 على التوالي الموسم 19 دايما بقول نعم أستطيع مش مجرد كلمة بتتقال نعم أستطيع أقوال تليها أفعال النهاردة حلقة جديدة مميزة من دايما بقول حلقات الجوكر هي ذا أسر الجوكر مش مجرد أرجوز الجوكر مش مجرد عروسة الجوكر هو عقل وفكر وثقافة ورؤية واضحة جدا ولكن متمثلة في هيئة عروسة دايما العروسة يا إما بقولوز يا إما يا إما يا إما وفي الآخر هو إفهزار ولكن الجوكر ما بيهزارش الجوكر ذا أسر وأسر إيجابي كن ذا أسر كن ذا أسر في الناس وأسر فيهم وغير فيهم ولكن أسر إيجابي كتير مننا أسرهم سلبي وسيء على أرض الواقع والأولي مننا جدا اللي ذا أسر إيجابي أول برنامج عملته كان اسمه كن ذا أسر كن ذا أسر في قلوب الناس وحاول تغيرهم وتفدهم وتنميهم لأنهم فعلا يستهلوا يكونوا موجودين في الدنيا دايما بقول شعاري أنا إنسان إذن أنا إيجابي النهاردة معايا فقرة متميزة وتنم ضيوف متميزين ولكن قبل نبدأ معاهم أحب أدي كم رسالة سريعة لكم حد عزيز عليها جدا نبدأ رسالة الأولى المهمة جدا بالنسبالي وأقول ونعمر معنا أول صورة جماعة حزب مصطابة الوطن في الغربية بصراحة أول مرة في حياتي يمكن بقالي عشرين سنة كده يعني دخلت العمل السياسي والاجتماعي أشوف اختيار موفق من حزب هو الحزب الأكبر في مصر اختيار كامل أوصاف دايما بنشوف الاختيارات لإما أرابة يعني عارفين الكوسة والوسطى والمحسوبية ولكن في زفتة وفطنطة لقيت المراتي اختيار موفق جدا من خمس أشخاص يقودوا مقعد الفردي على مجلس الشيوخ في مدينة أو محافظة الغربية تما اختيار موفق جدا 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 من إدارة الحزب المهندس حسام الخولي والمحاسب محمد عريبي والدكتور أحمد حماد والمهندس عمر فاهمي وابن زفتة المحترم البار محاسب محمود أبو حسين والعميد أهاب الهرميل والحاج أحمد الشعراوي دي مجموعة الحزب اللي تم اختيارها تمثل حزب مستقبل الوطن في انتخابات مجلس الشيوخ شابوليكم وشابولي الاختيارات الجادة هم على أرض الواقع يعملوا على أرض الواقع يتواجدوا وبإذن الله نكحين يا فندا الصورة الثانية ده عزاء واجب عزاء واجب من الأستاذ مهدي شعيرة ابن قرية حنوت وكل أبناء قرية حنوت يتقدموا بخالص العزاء لقصة المرحوم الكابتن محمد الدهشان أستاذ محمد الدهشان صورته معنا يا ريتها جماعة هو شخصية محترمة جدا توفاه الله أمس البلد كلها زعلنا عليه كابتن محترم خلوق يحمل من الصفات الحسنة ما يجعل كل حزين على فراقه لأنه شخصية محترمة جدا 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 والنعي ده دايما بقول هو من دايما من أهل البلد المحترمين الريفيين لابن بلدهم ربنا يرحموا يا رب الكابتن محمد الدهشان هنجي للفقرة الثالثة وهو إهداء لأخويا أخويا شئيئي محمد السيد شعلاك محمد ربنا رزقوا ببنوتة حلوة جدا وأول بنوتة في ألتنا أو تاني بنوتة هي أسيا محمد شعلاك ربنا رزقوا بيها من حوالي أسبوع تتربى في أزك يا محمد وتشوفها يا رب أحسن حد في الدنيا معنا صور يا جماعة أسيا يمكن جاي بعد آدم وآسر أيها ده أسيا الجميلة ربنا يخليها لك يا رب ويكريمك وده آسر وياسين آسر آدم وآسر وآسيا ثلاثة أولاد أخويا محمد السيد شعلان ألف مبروك وتربى في أزك وتشوفها يا رب أحسن حد في الدنيا ودايما تجاوزها وتشوفها أحسن حد يا رب هاختم بآخر حاجة صغيرة جدا وهو عزاء عزاء واجب عزاء واجب من قرية سيمبر كوبرا جميعا كبيرها وصغيرها للدكتور المحترم والصديق والأخ وزميل الدراسة الدكتور أحمد فرق شاير دكتور أحمد والدته ربنا يرحمها يا رب الحاجة أمال حمزة جاد توفت منذ أربع أيام ست محترمة جدا محبوبة جدا اجتماعية جدا لأبعد الحدود شخصية هي الأجمل في قرية سيمبر كوبرا دايما بنفقد العزيز والغالي يمكن أحمد زميل دفعتي يمكن أمي توفت في أول 2020 وأم أحمد في 2020 أم مصطفى زميلة 2020 وكأن 2020 تحصد أبناء الدفع كلهم أمهاتنا يا مكلنا واشربنا وذاكرنا في بيوت بعض كانوا كلهم أمهاتنا أمي وأم أحمد وأم مصطفى وأم أمير كلهم كانوا جيل واحد بيربوا مجموعة هم الأفضل في القرية الآن كلنا دا كثرة ومهندسين وإعلاميين ومنشيل القرية ومنحاول نعمل حاجة كويسة جدا الست المحترمة دي كانت واحدة من السيدات اللي ربط شخصية من أفضل الشخصيات الدكتور أحمد شعير وأخو المهندس محمد شعير أبناء الأصدر الشريف وأبناء قرية سيمبر كوبرا ربنا يرحمك يا رب ويتغمدك في وسع رحمته ست محترمة سرتك دايما سبقاكي والناس كلها بتدعي لك بالرحمة والمغفرة عزاء أخير من قصة البرنامج إلى الدكتور المحترم أحمد فرق شعير والمهندس المحترم محمد فرق شعير ومحمود فرق شعير الجزء التاني من حلقة النهاردة هيستضيف شخصيتين لهم أثر إيجابي شخصيات دايما بقول شخصيات الإيجابية المحترمة على أرض الواقع دايما تتحدث دوما على أرض الواقع نتواجد واليوم على أرض الواقع نتحدث هتكلم عن شخصيات دايما بقول شخصيات لها أثر إيجابي على أرض الواقع بتعمل مش مجرد ناس قاعدة على الفيز بتحط بسطات زي أي ناس بتلعب وخلاص بالعكس شخصيات تحمل أثر إيجابي سواء في مكانها اللي بتكون به في قرية أو في مركز أو في محافظة أو على مستوى الجمهورية شخصيات تحمل من الحلم والطموح ما لا يحمله الكثير شخصيات حلمة في زمن قل فيه الحلم شخصيات طموحة في زمن قل فيه الطموح هدى النهاردة أقدم ضيفين النهاردة وهم من أبناء حزب إراد الجيل حزب محترم قوي فرد نفسه على الساحة في خلال سنتين أصبح له شعبية جارفة مش أنت الحزب ده أبداً لما تعاملت معاه 2018 في مؤتمر الشباب يتحدث وكان على رأسه الأستاذ المحترم تيسير مطر كان يقود جبهة قوية جداً لمناصرة السيد الرئيس عبد الفاتح السيسي ومطالبته بأنه ينزل تاني انتخابات 2018 وقد كان اتولد الحزب ده في الجزور دي وخرج منه أجيال محترمة وشباب محترم على أرض الواقع والنهاردة معايا شابين من شباب الحزب قدر أن يجمعهم محافظة واحدة وهي محافظة المنوفية أعرق وأهم محافظة سياسية في مصر دايماً المنوفية هي اللي مسك البلد دايماً المنوفية بتطلع السياسة والمجتمعيين والمحترمين في بلد هي الأصل المحترم جداً جمهورية مصر العربية وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر هذا نضيف الأولاني المحترم المحترم جداً والصديق والأخ الأصغر يوسف الحنفي هو مساعد أمين تنظيم الجمهورية بحزب إرادة جيل صباح الفل عليك يوسف صباح الفل عليك نورتني النهاردة وشرفتني ودي الإضافة رقم 2 للجوكر وإن شاء الله همشي الأخيرة وشوفك قريب مكاني بالزبط ربني يخليك رب الضف الجديد العزيز الأستاذ إسلام عاطف هو أمين تنظيم حزب إرادة جيل ولكن بمحافظة المنوفية وأيضاً هو معلق رياضي والنهاردة نستكشفه إن شاء الله صباح الفل عليك صباح الفل عليك أنا أتمنى أن نكون ضيوف خفافة على برنامج نعم أستطيع في قناة الصحة والجمال شرفتني يا رب شرفتني شكراً شكراً ودائماً بتشرف بك يا يوسف وأبدأ أسئلت معاك وأقول لك حزب إرادة جيل طبعاً هو حزب يعني ظهرت قوته جداً في المراحل اللي فاتت يا طرق إيه آخر التطورات اللي قمتم بيها الفترة الأخيرة يا يوسف آخر التطورات كان عندنا حاجة يا فريدة من نحة تمام كان المؤتمر الإلكتروني الأول لعمل الأبحاث في أبحاث الامتشار الفيروسات وتم تجميع الأبحاث ديت من دكاترة من جميع أنحاء الوطن العربي ووضعها في كتاب واحد اسمه كتاب إرادة جيل تمام حيتم توزيعه في كافة أنحاء الجمهورية بصفة عامة والتطورات التانية أنه إحنا في ظهر الفيروس كورونا نزلنا على أرض الواقع بالتعاون مع تنسيئات شباب الأحزاب والسياسيين عملنا أن نوفر نواقص مدريات الصحة من خلال توفير الكمامات والأدوات اللي هي نقصة مدريات الصحة لتدعيم الدولة وده كله كان على مستوى 27 محافظة ومحافظات مصر جميعا من خلال أماناتنا وشبابنا الموجودين في قلب المحافظات دي وكنا بالروح ناخد الحاجات دي نسلمها للمدرية بمحضر تسليم أو للمحافظة ببناء على توديهات السيد رئيس الحزب المهندس تأسير مطر والأمير العام محمد تأسير المطر والمستشير محمد حسن عبدو أمير التنظيم أماما يوسف طب بما أنك تضيف قديم ففاتني حتى أنك شخصيا تقدم نفسك لجمهور مين هو يوسف الحنفي في سطور؟ يوسف الحنفي أنا دلوقتي مفروض السنة دي أكون بأتخرج من Information System Management أنا رئيس لجنة العلية للشباب بالمنظمة العربية للحقوق الإنسان والتنمية رئيس الاتصال السياسي بالاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف منصق عام شباب الاتحاد الدولي التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة ووزارة الاستثمار ووزارة التضامن نائب المنصق العام لاتحاد شباب تاحية مصر ومساعد أمين تنظيم الجمهورية في حزب إراضي الجيل بتشرف بها بذلك أن أنا بعمل تحت قيادات كبيرة زي البشواندس تيسير وزي الأمين العام محمد تيسير مطر ومستشار محمد حسن عبدو تمام ناخد ضفنة لتاني المحترم الجميل الأستاذ إسلات هنقول لو قلنا إسلام عاطف في سطور الأول مين ممكن يكون تعريف مختصر عن إسلام عاطف أمين تنظيم حزب إراضي الجيل بمحافظة منوفية في البداية أستاذ أليد أنا مرحب بحضرتك مرة تانية إسلام عاطف علي عب حليم طالب في رعبع كلية الحقوق جامعة مدينة السادات 22 سنة معلق رياضي منذ 6 سنين تقريبا بدأت في العمل السياسي في العديد من الأحزاب السياسية والمشاركة في العديد من المبادرات المنظمة والعديد أيضا من المشاركات الفعالة مع مديرات الشباب الرياضة وغيرها وأعمل حاليا في المجال الرياضي في التسوير الرياضي وأيضا أعمل في مجال التعليق الرياضي وأمين تنظيم حزب أراضي الجيل بمحافظة المنوفية جميل ووزرشا حلو وكلام جميل قوي عن شخص جميل ورائع ومتميز الأستاذ إسلام عاطف طيب إحنا نخش بقى في حالتنا النهاردة ويمكن مبارح وأنا بكلم ما يويس بدأتش في الحلقة بقول هنتكلم عن التطورات التي تقوم بقى في المرحلة المقبلة وإنت أمين تنظيم المنوفية يعني الجمهورية أكيد لها سيستم كامل بتتكلم به فهل محافظة المنوفية لها سيستم معين وإنتكلم عن نصك العام وأعز أعرف منك آخر التطورات كأمين تنظيم في المحافظة المنوفية والله السورية دي إحنا دايما بنمشي وراء القيادة الكبرى ولكن إحنا في محافظة المنوفية أكيد لنا نهج طبعا خاص لأنه زي ما حضرتك قلت في بداية الحديث محافظة المنوفية هي محافظة السياسيين والوزراء والمحافظين وغيرها أيضا فطبعا إحنا في بداية الأمر أول حاجة لازم أقولها أن حزب أراضي الجيل هو إيد وحدة تيم واحد دايما بنسعى أننا نقدم المزيد ليد المعاونة بالفعل في الفترة المدوس وليد أقدرنا أن نقدم لمدرية الصحة بمحافظة المنوفية العديد من المستنزمات الطبية التي كانت أيضا تحت إشراف طيب متخصص المراقبة عليها أقدرنا فعلا أن نكمل مسيرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد المنحة التي أطلقها إلى 13 متتليين إلى زوي الاحتياجات من الناس اللي فعلا ما كانواش قادرين أن هم يصرفوا فعلا زي ما احنا عارفين وزوليد أن الاقتصاد تضهر في الفترة الماضية فبالتالي محدود الدخل أثرت معهم أيضا في الأموال فبدأنا أن نكمل مسيرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما أطلق المبادرة بمنحة 3 شهور لكل من لا يعمل فبالفعل قدرنا أن نكمل وزوليد وقدرنا أن نوفر بعض الاحتياجات سواء كانت المادية وسواء كانت المعنوية لبعض أسر المحتاجين بمحافظة المنوفية جميل جدا جدا وأنا شاف أن زي ما قلنا زي ما أنت قلت ودائما بقول المنوفية هي الأساس هي العمود دائما السياسة والرؤوسات الجمهورية والوزراء منها وشافك قريب وقريبا إن شاء الله ووجهة سياسية جدا ووجهة اجتماعية أنت ويوسف إن شاء الله تكونوا على المحاك إن شاء الله طيب نرجع ليوسف وأقول لك يا يوسف انتخابات مجلس الشيوخ بحكم أنك أنت برضو أحد الأحزاب ووجه أمين تنظيم يعني معاك للسيستم كله وأمين تنظيم مساعدة جمهورية فأكيد الشغل كله عندك وبصب عندك عايزة أشوف رأيك وسيستمكم وعملين إيه في إقراض الجيل بالنسبة لمجلس الشيوخ القادم إن شاء الله طيب مجلس الشيوخ النهاردة احنا بنتكلم في ظروف صعبة بتويها البلد من الجنوب باسيوبيا ومن الغرب ليبيا ومن الشارع السوريا الوقت كان فيه أراء كتير إن الوقت مش مستحمل انتخابات الشيوخ في الوقت الحالي لكن الوقت الحالي انت لازم تقول للناس كلها أو تعرف الناس كلها إن انت في الصورة إن انت بتحترم الدستور اللي موجود على أرض الواقع بتحترم الناس اللي نزلت للتعديلات الدستورية وقالت نعم بتحترم إن لازم يكون فيه مجلس الشيوخ اللي هدمته جماعة الإقران المسلمين في السابق في الفترة اللي قعدتها ولغت مجلس الشورى فالنهاردة مجلس الشيوخ بيعود وبيعود بشروط لابد أن يكون بالمؤهل العالي صنفت النهاردة انتخابات الشيوخ اللي لازم تكون سلاسية بمعنى مئة فردي مئة في القيمة مئة في التعيين الرئاسي واتضح النهاردة أن احنا أحزاب مع بعضها أرادت تعمل ائتلاف للانتخابات هو ائتلاف حزبي انتخابي في وقت الانتخابات لكن بعد الانتخابات بيخلح هذا الاتلاف وكل حزبي يرجع إلى الايدلوجية بتاعته ويرجع إلى الصفات بتاعته ويشوف الخطة بتاعته عتمشي ازاي والمئة الفردي هو كل واحد بيلعب في صباقه للوصول إلى حلم النواب ووصول إنه يكون نائب في مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ النهاردة بيضم الواجهات اللي على الساحة النهاردة هما ناس علماء ناس كبار كانوا كبار دولة مش بمعنى صح لقينا على الساحة ناس جديدة وناس فعلاً كانت بيها أثر قديم بس الناس الجديدة احنا فرحانين بها يعني على سبيل المثال مع الوزير الصابق وزير الشباب والرياضة العمري فاروق فقصة يعني قصة بدأت إن دلوقتي مجلس الشيوخ حيتم بالناس ديت عشان خطر يطلعوا خطط للدولة توجه إلى مجلس الشعب وبناء على ذلك ياخدوا قرارات أما بالنسبة للمئة المعينين اللي رئيس الجمهورية الرئيس عم فتاح السيسي حيعينهم بيضمن بيهم إنه هو يحد من القصور اللي هتحصل في الانتخابات إذا لو حد نائب ضعيف جاء أو كده فلازم يكون فيه اللي يشيله أو يكون مطرحه فهيتم تعيين منهم الناس برضو أكفة عن طريق الرئاسة وده شيء كويس يعني احنا في المرحلة دي وبنعمل الانتخابات في المرحلة دي بصراحة يعني احنا كويسين كده السياسية بمعنى صح كويسة لإني في المرحلة دي محدش يتوقع إن بلد بالطريقة دي تعمل انتخابات مجلس الشيوخ وتدور على حقوقه الشخص وتدور على حقوقه الدستور وتنفيذه لكن النهاردة بنقول تحية مصر وياحية الرئيس إنه بيدور على إنه هو يستقطب الشباب من بعيد للحصول على نواب في الشيوخ رأينا النهاردة تنسية شباب الأحزاب بتمثل في كذا مقعد داخل مجلس الشيوخ وبتنافس على الانتخابات النهاردة تنسية شباب الأحزاب هم جايين منين مش جايين من بعيد قوي هم جايين من برنامج الرئاسي اللي بيه اللي وضعه الرئيس في أول خطة ليه كان جات فكت القصة إن احنا دلوقتي عايزين نمشي بمنهجية وبعلمه وبالناس تقدر تقود البلد للأمان كلام منظم محترم جدا وعايز أخد نفس الكلام ده له ويأخده من الأستاذ إسلام هقولك برضو كلمة عن انتخابات الشيوخ من وجهة نظر إسلام أمين تنظيم النوفاة ممكن تقول ليه تمام يا سوليد أول حاجة بس أحب أوضحها من خلال برنامج نعم أستطيع بالنسبة لمجلس الشيوخ لازم أفرق للجمهور ما بين مجلس الشيوخ ومجلس الشعب مجلس الشيوخ هي هي هيئة استشارية بينما مجلس الشعب هي هيئة تشريعية مجلس الشيوخ الزواليد زي ما كلنا عارفين طبعا أنه تم استبعاده من عام 2014 كان تحت مسمى قديم بما يسمى مجلس الشورى بينما حاليا عاد بعد التعدلات الدسترية التي أجريت لعام 2019 عاد مرة أخرى مجلس الشورى ولكن بمسمىه الحديث وهو مجلس الشيوخ طبعا الزواليد أنا ممكن أكلم حضرتك بصفة خاصة لمحافظة المنوفية لهذا العام بالنسبة لمجلس الشيوخ سيكون لها 8 مقاعد 4 قايمة وأربعة فردي بالنسبة لا بالنسبة لمحافظة المنوفية عدتوا 4 مقاعد بس 4 8 4 فردي وأربعة قايمة تمام كده السؤاليد بالنسبة لقايمة التوافقية في محافظة المنوفية بتضم طبعا أسماء كبيرة طبعا يعني ممكن أغلبية المحافظات كلها عرفها مثل الأستاذ محمد أسمة السادات وغيره طبعا ده من الأسماء الكبيرة في القايمة التوافقية اللي هتكون موجودة في انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة المنوفية طبعا لو اتكلمنا عن الفردي اللي موجود في محافظة المنوفية سيادة النائب علاء نصف طحون اللي هتكلم عن الناس بتوعك انت ولا الناس عموما في المنوفية محافظة المنوفية اللي زين تموا تقديم أوراقهم حتى الآن دعموما طبعا نتكلم عن حزب أراضي جيل إيه الأسماء المطروحة دلوقتي في الفردي أو في القايمة عندك دلوقتي ولا لسه حتى الآن لم يتم طرح أسماء بالنسبة لحزب أراضي جيل عن محافظة المنوفية ولكن أنا هتكلم حتى الآن عزواليد بالنسبة للأسماء الذين تم طرحهم وتقديم أوراقهم إلى الانتخابات في محافظة المنوفية زي ما قلت لحضرتك بالنسبة لقاومة التوافقية طبعا لو اتكلمت عن الفردي هتكلم عن سيادة النائب علاء نصف طحون ابن فخامة الوزير نصف طحون وزير التموين الأسبق رحمة الله عليه طبعا كان متواجد في الفترات الماضية في مجلس الشعب مجلس النواب فتم تقديم أوراقه طبعا لمجلس شخص نتمنى للتوفيق ولو اتكلمنا طبعا عزواليد أهم حاجة أننا لازم نعرف الجمهور ما هي اختصاصات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ استشاري وليس تشريع مجلس الشيوخ عزواليد لو اتكلمنا عنه هنقول أن مجلس الشيوخ بيعمل على منقش التعديل مادة أو أكثر من المواد الدستورية أو ما يحيله السيد فخامة رئيس الجمهورية لأيضا للمناقشة الدستورية طيب سؤال ليه يا سيد ياسر كده سريع مجلس الشيوخ ده هو صعب جدا لأنه العدد محدود في محافظة كاملة غير مجلس الشعب هل تشايف أن ممكن إرادة جيل يرمي شاب ويحط شاب بالشباب الأربعة في الوجهة دي ممكن ولا صعب بالسنادي هو ممكن السنادي لأننا قلت لحضرتك كامعة منوفية بالنسبة للمحافظة منوفية طبعا قلت لحضرتك حاجة بسيطة في بداية الحديث أراضي الجيل قلت لحضرتك أنه إيد واحدة بيعمل دايما أنه يكون إيد واحدة تيم واحد فما بفرقش ما بين كبير وصغير ما بفرقش ما بين عضو وما بين قائل نشوف رأي يوسف بقى يعني مساعد أمين التنظيمة الجمهورية ونقول لك نفس السؤالية أستاذ يوسف هل شايف أن الأراضي الجيل ناوي يحط أو يطرح أسامي شباب في مجلس الشيوخ السنادي ولا الموضوع صعب السنادي لا أكيد دي رأي الجيل ليه الشباب إحنا 90% بداخل الحزب جايب الشباب يتحدث أصلا 90% داخل الحزب يعني كلنا شباب والقادة الكبار إحنا بناخد منهم الخبرة عشان نسير على النهج مش على النهج الأديم لكن إحنا بنسير على خطاهم بحيث أنهم أخذوا خبرة في الحياة بعد تعديل الصفات بتاعتنا وبنشوف بنمشي إزاي لكن وجود شباب في القائمة ده يسعى ديراضي الجيل أو وجود شباب داخل قائمة الشيوخ ده شيء أساسي عشان خطر نضمن الحياة السياسية تعود بنساقها الكوي يوسف الحنفي من الشخصية عادية يا جماعة له فيديو معنا جاهز فيديو بتاع يوسف يا جماعة هنطلعه توهي معنا كده يوسف الحنفي شخصية لسه فتح كبري من ومين مسك ملاص وفتح كبري بالزبط وفتح كبري لسه أقول لي يا يوسف تتقفى على الكبري بعد كده فيديو يا جماعة ليوسف هو طبعا مع السيد الرئيس في فتح الكبري شخص رائع أنه يبقى في وسط المعمعة دي ويبقى مع الرئيس يوسف الحنفي ابن محافظة المنوفية وأمين تنظيم مساعد حزب إرادة الجيل موجود مع السيد الرئيس في فتح كبري والمنشآت والمشروعات طبعا دي كمان صور حية على أرض الواقع لك يا يوسف والمجموعتك وانتو بتشتغلوا طبعا مبادرة بتاعكم في كورونا ممكن تكمن عنها سريعا كده مبادرة كورونا طبعا جهود الدولة تشكر أن الدولة وقفة على عموتها وعلى حيالها في الوقت الحالي أن هي اقتصاد متضهور وأزمة عالمية أسرت على كبار الدول فكان لازما أننا من خلال حزب إرادة الجيل أن نقف جنب الدولة فكان من خلال أن محمد بيت يسير مطر والباش مهندس يسير أطرحوا لينا ميزانية كبيرة جدا على مستوى المحافظات عشان تدعيم مديريات الصحة والوقوف بجوار الجيش الأبيض عشان خطر برضو نساعتهم في أنهم يحافظوا على نفسهم ويحافظوا على المرضى ولكن إن شاء الله تكون الأزمة دي في عواقب انتهاء ونبدأ الحياة من جديد وإن شاء الله تكون تعدى على مصر بسلام يعني إن شاء الله نرجع لإسلام وأقولك سؤال كده طبعا يعني هو لازم يتسئل في الأول بس قلت أسيبك الأول تجيب اللي عندك وأسأله لك أنت إيه اللي عاجبك في أراضي الجيل كأراضي الجيل ودخلته ليه مش مستقبل الوطن ليه مش الشعب الجمهوري ليه مش الإسماء الرنانة قوي اللي معروفة ليه اخترت أراضي الجيل بالذات أكيد لك عندك سبب جاوهري غير صحبتك مع يوسف أكيد لا طبعا أكيد بالنسبة لحزب أراضي الجيل قلت لحضرتك للمرة الثانية وبقولها للمرة الثالثة تيم واحد إيد واحدة ممكن إن إحنا بقدر الإمكان قلت لحضرتك العضو زي القائد بمعنى أضاك إن أنا كعضو مثلا مطلب حاجة طبعا من البشمهندس تيسير مطر أو المحاسب محمد تيسير مطر في أبسط الأشياء بيكون متعاون يعني سيد ده كلم ده وانت عضو جوه أنا بقى تسأل بقى انت ليه دخلت الحزب ده أصلا ده وانت جوه شفته بسأل دخلته ليه ما أنا أقول لحضرتك ما دخلت الحزب أستاذ ليد قبل ما دخل الحزب لقيت الحزب شغال على أرض الواقع بطريقة كبيرة جدا وبدأت في محافظة المنوفية قبل ما ندخل كان موجود البشمهندس يوسف الحنفي ومعه بعض الأصدقاء من محافظة المنوفية وبعض المحافظات وقاموا بتوزيع العديد من المستلزمات الطبية وغيرها من التدعمات في محافظة المنوفية وباقي المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية في مسندة الفترة العصيبة التي مرينا بها وكانت هي فترة فيروس كورونا المستجد فبالتالي هي استقبطتني بالفعل يعني أنا قلت فعلا حزب وراد الجيل هيكون هو الأفضل في الفترات المقبلة ولكن حزب زي حزب مستقبل وطن أو الحزاب الأخرى طبعا من الحزاب التقيلة والحزاب المرموكة والحزاب المعروفة ولكن إحنا كشباب مش هنعرف ناخد وضعنا وكينا نحن نكون موجودين بصفة مستمرة معهم في العمل في بعض الحزاب جميل رد مقنع ولكن نسا ما اقتنعتش قوي بس برضو شايف في الموضوع يوسف في ريحة يوسف في الموضوع أنا بكل هرجع ليوسف وأسألك يوسف أنت شايف في الوقت مناسب للانتخابات في ظل الحروب القاسية على مصر أسيوبيا وليبيا وتركيا وقطر والحروب الشرسة على مصر هل أنت شايف أن الوقت ده مناسب لده ولا ممكن يلعبوا معنا لعبة دنيئة المزدي أو ليه؟ إبرز القوة لازم يكون في محاور معلنة يعني أنا في رسائل لازم توجه يعني مش كل حاجة بتبقى محسوبة بالوقت بتاعها أو كده لا ده بتبقى محسوبة من زمان بمعنى أني أنا دلوقتي عندي مناورة حاسم 2020 هي بتقوم في البحر المتوسط علنيا بين القوات البحارية والقوات البائرية وبتقوم بشكل مميز جدا وشوفناها الخلال الأيام اللي فات ده كل رد ورد عن إحنا أسيوبيا بالنسبة للمشاكل أنت مصنف التاسع عالميا بالنسبة للجيش المصري وأسيوبيا التلاتة وستين اقتصادك قوي وهي اقتصادها متضاهر ولكن هذه حسابات أخرى لكن نقول أن ما فيش حد طول ما فيه جيش طول ما فيه مؤسسات دولة طول ما فيه رئيس بيحترم الدستور والقانون ما فيش حد حيقدر ياخد مصرف أي وضع من وضعها سواء في المياه أو في البر أو في الجو شوفنا خلال الأيام اللي فاتت ما حدث في ليبيا والعمليات التي توجه للمجهول العقل لا يقول أنها توجه للمجهول فهيهات نحن هو أعلن أن فيه خط أحمر لمن يتعداه فلزمن أن يكون هناك رد فنحن مفخرون بالجيش ووقفين وراء القيادة السياسية حتى تقوم مصر وتكون زي الخطة التنمية المستدامة ما يشغلها في 20-30 هي من أعظم 30 دولة إن شاء الله هتكون في المراتب الكبيرة جدا إن شاء الله إن شاء الله يوسف نرجع ثاني لإسلام ونقول له طبعا أنت عندك نهاردة حتة السياسية وكلم عنها مهمة جدا ولكن نخش على حتة بقى المواب اللي عندك إنك معلق رياضي يعني لو ندينها مسيرتك بدأت إزاي حبيتها إزاي وصلت لإيه نتكلم كده عن منظومة اسمها التعليق الرياضي للسياسي بقى مهمة في المنوفية دايما السياسة يا جماعة بتاخدهم قوي من حياتهم الشخصية وحياتهم المهنية وحياتهم المواهب أما يبقى سياسي بينسى ده ولكن هل إسلام نيسي فعلا حتة رياضية ده ولا مازال عايزين كده نبزع عن الموضوع من الأول وعملت إيه دلوقتي وبتعمل إيه لا طبعا والله يا سوليد لأنه ممكن أكتشفك النهاردة على فكرة ممكن أكتشفك والله طبعا يا سوليد الحمد لله مستمرين في المجال الرياضي بصفة معلق رياضي طبعا بدأت المشوار من 2013 وكنت ساعتها 15 سنة بالتحديد بدأت طبعا أي حد طبعا يا سوليد لا بيبدأ في الكرة البسيطة وبيبدأ في مركز شباب شامة ويقول لي الفخر أن أحد أبناء قرية شامة مركز شامة تابع لمركز الشمو محافظة المنوفية طبعا بدأت في مركز الشباب الخاص ومنهم انتقلت إلى المركز ومنهم انتقلت إلى التعليق على نهيات دول مركز الشباب وغيرها بمحافظة المنوفية تحت قيادة السيد وكيلة وزارة شباب الرياضة أيضا وسيد وزير شباب الرياضة ومنها بدأت أن انتقل في بعض قطاعات النشئين بالأندية الكبرى مثل نادي الزمالك والنادي الأهلي والنادي طلع الجيش وسموحة وإلى آخره وبالفعل التحقت في عامين ماضيين بنادي سموحة الرياضي للتعليق الرياضي مع المخرج المتميز الكابتن وائل عزة طبعا بدأت في التعليق في نادي سموحة الرياضي بالفعل استمرت ثلاث سنين متواصلين مع نادي سموحة الرياضي في التعليق المصري لقرة القدم لقطاعات النشئين وبالفعل كابتن وليد زي ما حضرتك عالف أنهما بيلعبوا دور جمهورية سواء كان موليد 97 و99 و2001 و2003 ومن خلال قطاعات النشئين بعدما عملت طبعا مع الدكتور ميمة عبد الرازق حينما كان رئيس قطاع ناشئين بنادي سموحة الرياضي وطبعا مع الكابتن الكبير رضا البلتاجي رئيس قطاع ناشئين نادي سموحة حاليا لأنه استمرت معهم ثلاث سنين متواصلين في قطاعات الناشئين التحقت أيضا بالتعليق لدوري القسم الثاني طبعا مع الدكتور إيهابي الكومي قناة صادة البلد والأستاذ باسيوني الفيوم المخرج المتعلق طبعا تمللهم التوفيق بدأت معهم في مشوار كبير في القسم الثاني وبالفعل علعت للموسم الماضي على أكتر من عشر مباريات متواصلين طيب سواء الأخير يا يوسف من نقفل فقراتنا عايز رسالة ليك رسالة واحدة تقولها المين وتقوله إيه كبرتك معاك وجمهورك معاك اخترق شخص أو حد هتقوله رسالة وهتقوله إيه تختار مين وتقوله إيه الرسالة الأولى مثلا هي رسالة واحدة يوسف على فكرة هي رسالة واحدة هي الرسالة الأولى هتكون لوالدي ووالدتي أني بشكركم جدا أني توافين جنبي ما قلت لي زي الناس التانية أن السياسة خطر السياسة لعبة وحشة لكن سبتوني أتحرك بحريتي فبشكركم جدا أنتوا صحاب الفضل في الأول وفي الآخر وسانيا باش مواند استيسير مطر على الاختيار في أن أكون عضوهاية مكتب مركزي على مستوى الجمهورية حط فيها الأمل من جديد أن أنا لسه سن صغير وعضوهاية مكتب مركزي دي حاجة مش شولية لها طبعا سواليد الرسالة الأولى أننا بنشكر حضرتك على كرم الضيافة وحسن الاستقبال ده أول حاجة تانية حاجة طبعا لازم أشكر والدي والدتي طبعا واخواتي في المرتبة الأولى طبعا ولازم أشكر من علمني القانون المصري معالي المستشار محمود حلم اسماعين طبعا أنا بشكره جدا وطبعا أنا بشكر حزب إرادة جيل بكيادة المهندس تيسير مطر أشكركم جزيلا من ضيوف الأعزاء المحترم يوسف الحنفي مساعد أمين تنظيم الجمهورية بحزب إرادة جيل شرفتين يا فندم شكرا جميل المحترم المعلق الرياضي القادم إسلام عاطف أمين تنظيم حزب إرادة جيل بالمنوفية شرفتين يا فندم شكرا سوليد نتمنى تكرار انتهت حلقتنا الأولى النهاردة أو فكرتنا الأولى فكرة متميزة مع اثنين شباب يحملوا من الطموح والأثر الإيجابي منه يحطهم وجهة وكدوة ومسأل أعلى لكل شباب جيلهم دايما بقول الشباب يتحدث عندي ما كلها من زمان بقولها دايما لما دخلت العمل التطوعي سنة 2004 أظن أو 2003 كنت خريج هندسة بترول كنت بقول دايما للقبار حاولت أدخل فلصوم في بلدنا حاولت أدخل فلصوم زي اي شاب نفسه بحاجة ما كانش بقى فيه فيسبوك ولا يوتيوب منتشر ولا تويتر ولا اي حاجة فدخلت لهم بسدري وقلت لهم نفسه معاكم رجعوني يقولون لسه ما جاشت دور سنك صغير لما تكبر قلت لهم اكبر ايه ودور ايه ده على ما اكبر هيكون عقلي راح قلت لهم ايه بقى رسالة من الشباب الى الكبار رسالة من الشباب الى الكبار انتم ونحن كالقافلة قافلة زمان بتاعت الاجميلة والحصان الاحسنة انتم ونحن كالقافلة بدونكم لن تخطوا الخطوة الاولى وبدوننا لن تسير لن تسير انتم لاتفكروا وترشدونا واحنا اللي هنشيل ونكمل لان احنا الشباب والرسول وصع الشباب والرئيس وصع الشباب ودايما الشباب طاقة وامل دوما أكرر وأقول أنا إنسان إذن أنا إيجابي تفائلوا بالله خيراً تفائلوا بالخير تجدوه لا شيء مستحيل إن الله على كل شيء قدير واختم بجملة الشهيرة وأقول احلم وصدق حلمك احلم وصدق نفسك وقول يا رب يا رب يا رب أكيد هيديك وربنا ما بيديش ألا العايز هسيبكم فقرة تانية مع المحترمة الجميلة مفسرة الأحلام زينة بالصديق وفقرة متميزة عن تفسير أحلام فاصل قصير ثم نعود إليكم كونوا معنا